الجذي متقلم يا جماعة ولنا حاسة منطقة الكروت ان شريك الجذي يعني مش شخص ما عندوش عاطفي مش شخص عاطفي اوكي شخص جذي شخص عملي هو كده ما عندوش دلع ما عندوش الحشيات دي فالموضادة مؤثر علي الجذي شوية نفسه في نهاية قلم متقلم من الموضادة ونفسه الالم بيين فيه نبسوا في طاقة جيدة يعني تقريبا الموضوع ده خلص فقطه مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام شيء من هذا القبيل شايف شريكه ازاي شايفه اما انه هو عنده سر او انه هو شخص متدين جدا كويس الشريك عايز ايه الشريك عايز يتدين اكتر واضح ان هو متدين فعلا عايز يتدين اكتر عايز اقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه شكله مستني فلوس او مكافأة اقول مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تسكيله كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعت شريك لاني بس هو شايفك ازاي بقى شايفك عشرة سويجة او حد قريب منه جدا ويعرفه من زمانه ما بيشوفش منك ازاي كله خير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي طاقة جاملة واضح ان الشريك شخص يعني مش مالم مش شخص عاطفي مش رومانه عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي في شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات بهنية انه مش حلو بس في حاجة هتحصل يعني الكارت ده للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز ده اتمام زواج الناس متجوزين ده حمس اوكي اللي لده ولا ده ويعني عندهم ولاد وخلاص مش هجيبه لتاني فلا اكتر طباط قوي انتو حبوك ويمكن مش واخد شكل الرومانتي اللي كان الجاذي بيتمناه او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعملها لكن حبوك وغير مشهود يعني مش لازم يعملني كذا عشان احبه من قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك بيحبك فده حب غير مشهود حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجاذي او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هذا البورس ده او الكائن حلية صغيرة دي ده شخص قريب منك وبينصحك مصائح هدامة هدامة واحنا عاكين طبعا ان شاء المصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي او بيعملك كده ليه او بيعملك كده ليه هولينش بيعملك كذا وهي زي ما بتعملكش كذا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده فانتبهوا دي الشخص اللي جنبكم ده اللي عمل ايه هماني يزن بودنكم طيب طيب هدخص القرية الجاذي نفسه في نهاية قلم حيث انه متقلم عايز طاقة جديدة الانطاقته خلصانة شايف شريكه اما ان هو عنده اسرار او ان هو شخص متدين جدا شريكك عايز يتدين اكتر وعايز يقوم بعبادك اكتر ومستني مكافأة عايز مكافأة او فلوس مستنيها من شخص كبير شايفك شخص مألوف جدا بالنسبة له وعشرة وما بتقدمهش لكل خير الطاقة ما بينكم فيها صلبة فعلا طاقة صلبة في شوية اضطرابات الفترة دي بس ان شاء الله في حاجة حلوة قوي والدنيا حكيين الفترة اللي جاية بس عايزكوا تنتبهوا انه في ناس ما بتسبق تشوفكوا كويسين فيبتدوا يزنوا في دماغكوا تاني يعني بلاش تقولوا اه اتصالحتوا الدنيا مش هتكويس ما تقولوش يعني بلاش مش هتستجيلوا حاجة يعني طيب دي قرائك المجموعة الثالثة والاخيرة لحلال عطفية فبست كده على صامراتك انا جانت قويس مشاعري ايوة كده يا سفيناز ايوة كده ايوة كده اه ده حتى يطلع لكم كانت بيقولوكم ولا يفرق معاكم وانتو عندكم تاقط قوة خوائي جدا انا شهر دا اللي ييجي ييجي بقى فعمل هو يا اهلا بالمعارك يعني ولا يفرق معاكم طيب مرسية والليم صاح يا روي مرسية صافي ناص صباح الفل يا حديمة صباح جدا بشكرك صباح جدا بشكرك يا موكا بشكرك يا محمد قوي الاسد بتقالي يا كنوز موجود في الصفحة لا بص يا سفيناز انتي يا حبسي لاتي بقي حامل نشوه انتي يا روحي نشوه برج الحوت اهلا ميكي حديمة منوراني من الجزائر الحوت موجود في الصفحة صاح جدا بانكولتي بشكرك يا شايمة حبسي بانكولتي قوي الاسد موجود في الصفحة يا منالي طيب دلوقتي معاد القراءة المجانية اللي كسبت معانا اللايب اللي تات وهنشوك مين هيكسب النهاردة طيب البنوتة سين الف تاريخ بلادها تسعة وعشرين واحد تسعة وتمانين يزغنن انت يزغنن طيب حلو جدا اه والله اعلم وكذبت منجمونا ولا صدقوا وكل انا بقولوا دهاري ماشي؟ بس عشان الناس اللي بتتحمق بالموضاء انا بموت في اللون الاسودية يا محمد بس بحب البنفسجي اكتر لوني مفادل البنفسجي بس لاسف ما بيلي اشعاري طيب ناخد القراءة الخاصة المكانية اللي تزدت معنا هنقرأ جنرال بعدها هنبتدي نقول نسحب تارت واحد للاسئلة اللي انتوا عايدنا تمام؟ اوكي هنقول له صح بسي يا فرح قوي حبيبتي بشكرك 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 اها دل ولازم يطلع لك هاتبة لازم لازما ولابد طيب ممكن احمد هي معنا في اللايب؟ مرسية مارمار لو هي معنا في اللايب معلش يعني مش عارفة انا هقرأ وخلاص انا هقرأ وخلاص طيب في هنا خير جاي جايلك يا سين الف حاجة اشتغلت عليها قبل كده خرع مسيك حد زمان بيرجعلك دلوقتي حاجة ان شاء الله خير جايلك و جايلك بسرعة شديدة جدا فيه تمام رزق وفلوس جايلك من حي سلات تحت سبيك ومش شرطة تكون الرزق فلوس ممكن يكون رزق حاجات تانية ممكن يكون سعادة رضا حب حاجة رزق ربنا هيبعتك هدية فيه هدية جايلك مبلغ مالي بحيارك مش عارفة تعملي فيه ايه أدعه وأصرفه وأستنى من فضلك استني ما بلاش تصرفي في حاجة غير ما تكوني فعلا محتاجاها لان انا مش شايفة تطور في الحالة المادية انا شايفة مبلغ مالي يمكن يكون جايلك بس مفيش تطور في الحالة المادية يعني لو تقدري تحول شيء حول شيء كينجوف سورتز دلو طبعا كعاته هو القائد قيادة قائد مسيطر هو بيبقى شايف نفسه دايما هو الصح أصح حد وأصح تفكير وأصح كل حاجة انا مش مع الموضوع ده تماما بليز جوردو نسمع للناس اللي حوالينا بلاش الثقة في الزيادة في النفس لان عاقبها مش كويه فيه هنا هاي بريستوس زي ما قلنا الكارت ده انه هو فيه سر هيتعرف عنك او انت هتعرفي سر عن حد بكلت الحالات سر ده الله أعلم الليل فترة ده فيه علاقة ثلاثية برده فيه حد فيه عنده اثنين فيه طبعا هنا جرح شديد شديد زعل ألم شديد جدا 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 بس ازاي التحول ده انا شايفها بعدها خطوبة خطوبة هيحصل زواج ازاي ما تتقينيش يعني بس انت نطيتي منان لمنان يعني هانا قلب المجروح بعدها على طول خطوبة وزواج يعني يا رب ما يكون اللي في بالي وبتحاولي تنتقني وبتاخذي اي حد وخلاص يعني لو حابة نتكلم ابعتلي على الصفحة ونتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه غريب جدا اللي حصل ده يعني انا مش فاهمان عموما في خير ان شاء الله جاي زي ما قلتلك في رزق ربنا بعتهولك من حيث لا تحتسبي بإذن الله في مبلغ مالي انت محتارة تعملي في ايه ونصيحتي لكي احطافي زيبي اي كاتب يطلع لبدال وهو ده كينج اوف سورد كينج اوف سورد قائد ده يعد على العرش وهو اللي بيحكم بيحكم ويطاع وعنده قيادة جمدة جدا ما ينفعش ينقاض زي ما قلنا ده سر بتعرف سر بتعرف هتكتشفي حاجة هتكشف عندك الله اعلم بس ان شاء الله ان شاء الله خير امش شايفة في النهاية بعد السر ده يمكن هتكتشفي علاقة سلسية جرح بالجرح طبعا بس انا شايفة بعدها خطوبة وبعدها زواج الله اعلم ان شاء الله خير ان شاء الله خير طيب احنا خلصنا كده حتى القراءة الخاصة تعالوا ان نسحب كارت واحد للاسئلة بتاعاتكو حبيبي اذا عندك سؤال يخص برج الجدي او اي برج تاني يتفضل من هناك ما هيكي قراءة جنيين يدين عاملتي شير يا جدي غير مجراملة انتو يا مرد فاتي يا حبيبتي انتو طيب عاملتي شير لما عاملتي شير كتير ان شاء الله ان شاء الله انا اختارك القصة قال يا رب سلام موجود في الصفحة قال له ده قرية جدًا ماله برجة جدًا جدًا يا أميرة 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 أقول الجاذي بالصفحة حبيثي خلصت الجاذي لو فاتك حبيثي ما فيش مشكلة شوفيه مسجل على الصفحة العقرب قرية بقوي حاضر ولا بالأحلام حاضر موس عليكي دي خانسة يعني مرسية ليلة سلاميلي يا روحي القصة كير طبط رسميه لا حاضر يا هلايات نشوف يل أسات للشيء إن شاء الله كير طبط رسمي غيره سهيم ابعتيني على الصفحة حبيثي ما أرد عليك حاضر إن شاء الله أنتو هتلاحظوا إنه فيه برضو تحسن في الرد على الرسائل إن شاء الله لأن الصراحة الوحدي أنا ولاء مستحيل كنا نقدر نغطي هذا العدد بسم الله إن شاء الله ربنا يزيج لي للك يا ربي pati عملت شير في 8-8-8-8 لذلك بس حرفت كمية حرام عليه كيدي طب قوليلي إيه هو قيلك يا إيماني قوليلي حبيثي تعاين مش سيدي يا روح قلبي على الشير بس بس يعني مش هتكي تعزيدي كده شير بالـ 80 شير السمير يا روحي انا كنت خايفة منه اللي هتقوله بيه ده طيب انا اعمل ايه حبيثي والله عملت تصويت والجد دي هو اللي كسب انا كنت عايزة اقرى العقرب والله انا مكنش عايزة في الاخر كبه بس ما فقط هو العقرب بكرة اسمه ايه اسمه ايه اسمه ايه ده العزراء بعدين مش هخليه اخر برده مش هسمح بداية ده طيب في ايه اسئلة انا وجوزي انا وجوزي احنا الاثنين ليه يا ايماني ما الوجوزي تب الموضوع الراجل عاد في حاله العافية روين 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 حبيبي من 21 ديسمبر لحد 20 يناير. يلا فقرة الاسئلة بسرعة قدامي خمزاق كمان. اه عرب الحالة بتقريبه على اذنك يا نيرو. طب ما دي فقرات ريد العقرب يا داليا. هنقوله بشكل مفصل وهنقول كل حاجة. خلاص بعد بكر عقرب خلاص. يعني ده قرار جمهول. العقرب بعد بكر. خلاص. هنرجع لبعد. ماشي. انا شايفة سعيدة. انا شايفة رضل. رجوع بقى او مش رجوع فانا شايفة رضل. فلو كان الرجوع يرديك لو كان كده يرديك فان شاء الله في رجوع. ان شاء الله. في رتبط بين قنس الجازي ورجل الدل. بصي حبيبي. انا شايفة يعني هو هيحصل بالاخر فيه خبر حلو. بس فيه هروب في الاول. في حد بيهرب. يعني. فيه طرف منهم بيهرب. يلا. ايه سؤال تاني? طيب. نشد كارتل الصحة في الجازي لانا ما ظهروش اي حاجة تدل على الحالة الصحية بتاعته. اوكي. ايه سؤال الاولاني? بسم الله الرحمن. نسيت. كان ايه سؤال الاولاني? طب انا هسكرت وهنا على جلب. اه استحى. استكرت. استحى ان شاء الله حلوة جدا. جدا 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 جدا. ماشاء الله. الدلو هتحصل له مشاكل ولا هيبقى على حاله? وفيه مشاكل او لأ يعني الدلو نشوف. استدار الرحمن الرحيم. اوه دير جال. فيه مشاكل ومشاكل مأثرة على نومه وحياته وحالته بالبلغ. بس. ان شاء الله. ما فيش حاجة بتدوم. سوري. سوري. انا بخاف قوي من ما بحط الكارتر بحدي. بخاف. بقى حقيق بخاف. اي اسرة تانية? الحالة المادية. طيب نقول للميزان. الحالة المادية للميزان. هو خايف من حالة المادية. نعم مش شايفة فيها تطور حبيبسي. انا شايفة انا خايف. خايف. الحالة المادية بمقرقات. معلش. ان شاء الله. ان شاء الله هتصدر. واشكرك يا من حبيبة قلبي. اللي انت بعيني عبطوك من السيء. اه. اتداله هتخلص مشاكله ولا ايه? هو واضح فهن اتداله في مشاكل. ليه يا حليمة? ليه بس بتقول ليه حرام عليك. ليه بس يا ماما. اتداله هتخلص مشاكله هتدور عجلة الحظ. ويلو فورتين. ان شاء الله مشاكله هتتحلص بإذن الله. ادوني ايه يا سئلة تاني. طيب يا داليا دي هنقولها في يوم العقرب بعد وبكرة حبيبتي بليز لو انت في متابعة صفحة اعملي متابعة عشان تشوفيه. طيب. بلس يا جماعة بالنسبة موضوع قراءة المجانية ده. احنا بنختار يعني ممكن يكون اكتر من حد عملوا نفس الاماونت من الشاعر. فهي فيها حظ شوية معنش. يعني حد ما فيها شوية معنش.